نراحب بكم مرة ثانية يا عزيزة مشاهدين كابتن شريف تمنينا هدف النادي الأهلي مبكر ولكن الهدف كان من طلاع الجيش وكأنه كان لازم علشان روح النادي الأهلي تطلب اه يعني تمنينا ضغط من لعبة النادي الأهلي والحقيقة حصل العكس لنا في رئيه الطلاع هي اللي بتضغط وليه بتستغل وجود مهاجم واحد بيدافع على أربع لعبين بنوصلهم لغاية نصف الملعب بتاعنا بسهولة على فكرة واي لعيب انت بتسيب له الملعب مفتوحة بيدي اللي عنده ولما بيدي اللي عنده بتعمل لود على الخطوط بتاعتك بتعمل ضغط على نص ملعبك وعلى الدفاع بتاعك إنما شد كمة الإصارة الحقيقة فرقتين عندهم معطيات كتيرة قوي بيديوها في الملعب كل فرقة يمكن ندالي عنده استراتيجية إنه هو ينقل كرة كتير ويفتح مسافات للأجناب ويبتدي هجمات طبعية من أدائه هجمات فيها ثقة إنه هو يقدر يوصل اللي حصل لهو في آخر ربع ساعة يعني بس هو كان بيبتدي القصة الكلاسيكية دي من أول الدخل من أول المباراة إنما فرقة طلاعي الجيش موجودة على أرض الملعب فيها تحركات فيها سرعة فيها وجود فيها فنيات عالية كتير فيها لعيب احنا اللي مديانهم الفرصة أعتقد أعتقد إحنا برضو مازلنا متأخرين في عملية الضغط وفتح مساحات للخصف إنه هو يمسك كرة عليك ويقدر ينقلها ويقدر يكون موجود عند منطقة جزاء نادي الأحلي كويس النادي لقل إنه رجع بلاعب جونيور أجي بيلعب مدافع وبيلعب مهاجم وبيلعب بليميكر شايل ثلاثة أربعة لعيبة جنبه الحقيقة بيقوم بمجهود غير عادي الحقيقة مع فنياته العالية وتعاملوا مع الكرة حيث إن فيه فتبولر مسكوا الكرة وبيديك طمأنينة دايما جنب مجدي أفشا وهم صناعت الهدف الاثنين الاثنين حقيقة اللي بيستغلوا مواهبهم ويستغلوا فردياتهم داخل المستطيع الأرض الباقي بيعني حاسس إنه هم بيدوا كرة السليمة الباصة إنما الابتكار دخول التصويب الرغبة اللي أنا كنت بتمنها من أول 45 دقيقة ياريت أشوفها في الشوت الثاني إذن الله رب العين كابتنة أسامة تأخر الجول إحنا قلنا عايزين لنا هدف مبكر زي ما قلت لكابتنة شريف الهدف جيب في النادي الأهلي في البداية ولكن في بعض الأوقات تحس إن النادي الأهلي قريب من إنه يجيب الجول التاني وفي نفس الوقت نادي تلاقي على الجيش برضو قريب إنه يجيب الجول التاني أنا بصراحة ما عجبتنيش البداية خالص بتاعت النادي الأهلي بداية ضعيفة جدا عكس ما أنا كنت متوقع أنا كنت متوقع بعد الهزيمة اللي فاتت من مواتش سيمبا النهاردة البداية هتبقى شارسة جدا من كل اللعيبة أنا شايف إن فيه لعيبة كتيرة في الملعب مع احترامي مقصرين يعني باستثناء كابتنة شريف قال على اتنين أجا إيه وقفشة في النص الشوت التاني يعني من نص الشوت الشوت برضو البداية ما كانتش حلوة مؤاظم اللعيبة الحالة مش كويسة يعني محمود وحيد مفروض يبقى أحسن من كده شحات مفروض يبقى أحسن من كده شريف ما فيش حاجة بتوصل له حتى السلية وحمدي فاتحي مش في الحالة الكويسة بتاعتهم يعني هاني الانطلاقات للمساعدة اللي قدام تحس إن فرقة طلاقع الجيش إصرارهم وروحهم على الاستماتة على النقطة أو كده أكتر من نروح لعيبة النادي الأهلي يمكن إحنا بتدينا نفوق ممكن بعد مثلا 25-30 دقيقة اللي بتدينا يبقى فيه إحساس إن فيه حاجة حتى خطورتنا على المرمى بالنسبة للبسام مش موجودة بشكل كبير هي كرة الجون ويمكن تزديدها لمجد أبشا ولا حاجة فأحمد سامير عامل جابها كويسة قوي نحي تليمين عمر جمال مش تجل كويس التلاتة بتوع نص الملعب مسيطرين أكتر من نص ملعبنا فنتمنى إن شاء الله الشوت التاني يبقى أفضل من كده وأنا أعتقد إن مستر المسلماني محتاج تغييرات طبعاً محتاج تغييرات من بداية الشوت التاني من بداية الشوت التاني دي من وجهة نظر كيف نعدي للنتيجة الشوت الأول من وجهة نظر الفانية تتناسب مع عداء الفريق؟ لا يعني أنا أنا متقايل للتراجع اللي هو بيبقى في الشوت الأولى للنادي الأهل ودي مش وردة في المبران بتاعت النهاردة بس هي من مدة كبيرة ممكن إحنا تنقشنا في أكتر من مرة إيه اللغز إنك إنت في النادي الأهل أول ربع ساعة ما بتبقاش بيبقى بتبقى مضغوط دايماً بتبقى كرة مش في استحوزك كتير أنا من وجهة نظر حاجة من الحاجتين لا أداء تسخيني ممكن يكون فيه مشكلة ولازم يبصوا عليه في التسخين عشان التسخين بيقدي على إنك إنت أهل دفك عاوز تعمليه في المباراة لحقيقة الحاجة التانية المهمة التراجع بتاع بدري بنون لما بيعملوا العمق الدفاعي ومحمد شريف بيبقى على الثمانتاشر بحس إن النادي الأهل دلوقتي ما بلعبش كتلة واحدة بيبقى فيه جاب كبير أوه ما بين النص الملعب ما بين المدفعين وما بين المهاجمين من النادي الأهل عشان كده المسحب بتبقى أجبر فالأداء بيبقى فيه عاوز أقولك إيه حتة الواحد لكن بعد عشرين خمسة وعشرين دي النادي الأهل تسيد المباراة ضيع فرص كتير أول الحاجة التانية المهمة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها أفتكر إن الهدف لما بييجي يعني فيه أفش أكتر من واحدة كان ممكن يطلع محمود وحيد وكان ممكن يروع على الجون هفكر إنه هو يشوت الحاجات دي مهمة جدا إن النادي الأهل يستغل للفرصة ويجيب هدف أو اتنين يخلي الفرقة التانية تلعب على البلانة التانية إنه هو الطريقة التانية ليها مزبوط كابنسامة اتكلمنا قبل ما نطلع على طول على البداية ضعت مننا البداية في الشروط الأولاني استقبلنا هدف طبعا وده قلنا يعني حصل عكس صحيح بدايتك أقوى طلع الجيش استغل إنتا ناحية المعنوية بتاعتك بعد الخسارة ولكن الأهل ما استغلش بقى الخسارة بتاعته إنه هو ينزل ضغط من الأول علشان كده شفنا فرص لطلع على الجيش وفرص خطرة ليه صحيح الشوت التاني لازم الضغط يكون منظم بشكل أكبر إنتا النهاردة لما بنضغط وبضغط فردي بتلاقي طلع على الجيش بلعب واحدة تانية في نص الملعب بتلاقي بيوصل لمرماك بسرعة صحيح لازم الضغط يكون منظم لازم نمسك نص الملعب بشكل أكبر حمد فتحي وعمر السلية لازم يقول يوم تواجد أكتر في نص الملعب حمد فتحي عنده نظار لازم يكون عنده هدوء شوية علشان لقدر الله ياخد النظار التاني لازم ضغط من بداية الشوت التاني يعني إحنا بدأنا ندخل في المباراة بعد هدف أصبوك طلع على الجيش أحمد سمير بدأنا نشتغل بشكل سويس بدأنا نروح نوصل للمرمى عشان كده كويس إن إحنا أحرزنا الهدف في الشوت الأول دي المفروض تكون بدايتنا شوت التاني طبعا لازم يكون إحنا بقى لنا دفع أكبر ودفنا أكبر شوت التاني إن شاء الله بإذن الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في شوت التاني هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية المباراة أرجوكم انتظرونا